بجدد التحية بحضراتكم أكيد هنروح دلوقتي معاك والأخبار النادي الأهلي واستقر المسؤولين النادي الأهلي على إعلان السفقات الجديدة واللي أبرمتها إدارة النادي الأهلي خلال فترة الانتعالات الصيفية الجارية بعد مباراة قصاد سراميك في فترة بكرة بكرة إن شاء الله يوم الثلاث في ختام الموسم الحالي من الدوري المصري بناء على قرار مسؤولين النادي الأهلي واللي أنفقوا أو اتفقوا على تأجيل الحديث ده لغاية طبعا ما ينتهوا من مباريات الدوري المصري الممتاز وشهدت كمان الفترة الأخيرة دي تفاوض النادي الأهلي مع عدد من اللعيبة زي مثلا شادي حسين ومصطفى سعد من سراميك كيلو فترة ومصطفى شلبي من أنبي ومحمد رضا بابو من فيوتشر ووصلت كمان المفاوضات ما بين الأهلي وما بين الأندية الملكة للعيبة دول لمراحل متقدمة وبس متبقي بعض الرتوش اللي هتحصل على الصفقات دي قبل ما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي لسه بردو مكملين معيكو أخبار النادي الأهلي وفتح مسؤولين النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب خط المفاوضات مع نادي مراتمو البرتغالي عشان يحصلوا على خدمات الكاميروني جويل تاجوي نجم الفريق وقرب كمان مسؤولين النادي الأهلي أنهم يتعاقدوا مع الكاميروني جويل تاجوي مهاجم الفريق البرتغالي خلال فترة الانتعالات الصيفية الجارية عشان يدعموا خط هجوم الفريق خلال منافسات الموسم اللي جاي وكان النادي الأهلي قريب جدا أنه هو يضم صفقة أجنبية تانية وهو لوسباكي جلال الدين مشاريبوف نجم نادي نصر السعودي قبل ما تتوقف المفاوضات في الفترة دي كمان إدارة النادي الأهلي بتواصل تحركاتها في صفقة النجم الجزائري أحمد القندوسي نجم فريق وفاق سطيف الجزائري خلال موسم الانتعالات الصيفية الحالية بتحاول دلوقتي إدارة النادي الأهلي أن هي تضم نجم خط وسط الفريق الجزائري عشان تدعم أكيد خط وسط النادي الأهلي بعد قرب رحيل المالي عليو ديونج في المقابل بقى إدارة فريق وفاق سطيف متمسكة باللاعب في الموسم الجديد لرغبتها أكيد أنها تنافس على الألقاب اللي جاية وده طبعا كان بناء على طلب من حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق الجزائري واللي طلب عدم رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية كمان طلب مسؤولين نادي وفاق سطيف تأجيل المفاوضات لفترات الانتقالات اللي جاية وده بعد مطالبة المدير الفني للفريق حسام البدري بعدم رحيل أي لاعب الموسم الحالي كمان